الناس دي على دماغي الناس دي سبب نجاحي بعض ربنا مش بعد حد تاني عشان كده هنقول ثقة في اللي نجاح بدمه بلغة صح ولا مش صح نسخة طبق الأصل من محمد رمضان تشوفوا تقول ده نمبر ون بيقلد رمضان في كل حاجة مش في شكله بس حتى بيلبس ذهب وبقى معاي دولارات يعني لو مش معايك فلوس وعاوز تجيب محمد رمضان في فرحك ومش قادر عليك وعلى محمد جبريل شبيه محمد رمضان تعالوا نشوف ايه حكايته وازاي بقى معاي كل ده تشوفوا تقول ده محمد رمضان بيقلده في كل حاجة لبسه وشكله وستايل حياته وحركاته وكل حاجة عايز يبقى شبه رمضان بالعافية بيقلده تقليد أعمى لدرجة الجنون محمد جبريل بايت عند رمضان على حساباته الشخصية ما بيفوتش حاجة بيعملها رمضان غير ويعملها لبس جديد جابه رمضان يسافر مخصوص ويشتري رمضان غنى أغنية جديدة وعمل فيديو كليب بيطلع ويقلد الفيديو بالحركات وبكل حاجة لدرجة انه مستغل للشبه ده وبيطلع يعمل حفلات ويغني على أغاني محمد رمضان وهو واقف على المصرح ومتخيل انه مكان رمضان وبقى يقبط بالدولار محمد جبريل من أصل سوداني مصري وعايش كل حياته في مصر ومن أول ما ظهر محمد رمضان وكل اللي حواليه لفته انتباهه انه شبه محمد رمضان وبدأ محمد جبريل يحب محمد رمضان وبقى يقلده في كل حاجة سواء صح أو غلط الجمهور أول ما شاف شكله وحركاته لاحظ ان فيه شبه كبير بينه وبين رمضان يعني حرفيا نفو لو اتقسمت نصين جبريل بيستغل الشبه ده ويطلع يقدم محتوى ويحقق من وراه مشاهدات وفلوس يعني يا سبحان الله يخلق من الشبه أربعين بس اللي الجمهور مستغرب منه ازاي بقى معاه كل الفلوس دي وهو يعني علشان عمل حفلة ولا حفلتين يبقى بيكسب بالدولارات ويلبس شبه اللبس اللي بيلبسه رمضان من مركات عالمية ومن هنا كان الجدل بس اللي كتير ما يعرفوش هو انه بدأت ناس تستغل الشبه اللي بينه وبين رمضان وبقى تخليه يظهر في لقاءات وتدي له فلوس وفيه شركات بقى التعرض عليه ييجي في حفلة او يطلع ويروج لمنتجاتهم على حساباته على السوشيل ميديا ويعمله كام اعلان كده يكسب من وراهم فلوس ده غير ان المحتوى بتاعه غريب وفي نفس الوقت بتبقى مادة للسخرية بيبقى الجمهور عنده فضول يشوفه ويتفرج عليه علشان كده بعد فترة مش طويلة بيتعرف على طول محمد رمضان معروف عنه انه بيحب جمهوره وهو متفاعل جدا على السوشيل ميديا لدرجة انه في مرة لقى بالصدفة فيديوهات لمحمد جبريل على السوشيل ميديا منتشرة فحب مجرد الفضول انه يدخل ويتفرج على الرجل اللي بيقول على نفسه انه شبهه وتفرج رمضان عليه وحبه جدا وبقى يدعمه ويتابعه وبيعلق له كمان على فيديوهاته وبيشوفها